بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللي بيحصل في الأردن له أهداف معلنة وله أهداف خفية وهي ضغوط على الحكومة مين اللي بيضغط على الحكومة وعشان إيه وعايز منها إيه وإيه هي الحكاية وإيه هو المعلن وإيه هو الخفي اللي بيحصل في الأردن ده اللي هنقشو مع بعضين في الفيديو فركز معايا وإيه وعا تنام مني دايما اقرأ التعليق المثبت من فضلك لو وجدته طبعا وجزاكم الله خيرا عايز اقولك حاجة ان الشغال في الارضن الوقتي الظاهر بتاعه انها مشاكل معيشية ومرتبات قليلة وتضخم وارتفاع اسعار وقلة المحروقات وامور زي كده لكن انا اقولك الامور دي اصلا دي كلها يعني هي الامور الظاهرة لكن ما هياش الصراع الحقيقي الصراع الحقيقي يا ابو الشباب لو تم حلو الامور الظاهرة دي هتحل ببساطة شديدة جدا وهي انها تبدأ مثلا امريكا تبعد دعم للارضن في شكل محروقات من السعودية بالتفاهم من الامارات من اي حتة والموضوع يتحل والامور يعني تنتظم او ممكن حتى دعم مالي ورفع رواتب او خفض التضخم يعني ممكن حالات كتير لو السبب الحقيقي اتحل فانا اقولك المظاهرات والمصادمات اللي هي الشديدة الشرسة جدا في الارضن دي هي العارض وليس المرض يعني هي اعراض المرض ولكن ليس المرض يعني هي الاسباب الظاهرة لكن هناك اسباب خفية يا ابو الشباب اي هي الاسباب الخفية يا ابو الابطال الاسباب الخفية هي اما مؤامرة امريكية على الارضن واما مؤامرة روسية على الارضن ازاي وهنت لازم تحط الاحتمالين دول لانهما الدولتين دول المستفيدتين المستفيدتين او المستفيدتين من الموضوع ازاي الكلام ده انا عايز اذكرك ان نتنياهو والحكومة بتاعته اعلنوا يعني بصراحة قبل ما يبقوا او الانتخابات اعلنوا ان هما مش هيقبلوا حل الدولتين واللي هي فلسطين واسرائيل على حد توصفهم يعني وكده وبعدين اعلنوا كمان ان الدولة الفلسطينية قائمة بالفعل الدولة الفلسطينية قائمة بالفعل فين قالك في الارضن في الارضن يعني ده معنى الكلام ان نتنياهو وجماعة المتطرفين اللي هو ماشي معاهم عايزين يهجروا كل الفلسطينية اللي في فلسطين المحتلة عايزين يهجروهم الى الارضن بالقوة ماشي بالاجرام ماشي بالضغوط ماشي بالقتل ماشي المهم ده المخطط بتاعهم ان هما يعملوه ويهجروا كل ايه كل الفلسطينية الى الارضن طبعا ملك الارضن هيرفض هذا الكلام لاسباب كثير اول شي ان هو هيتفضح قدام العرب فضيحة جمده وهيتفضح قدام الارضنيين فضيحة جمده وهيتفضح قدام الفلسطينية فضيحة جمده في الوقت اللي هو يعني هتكشف كل لعيبه في مشكلة ايه هي المشكلة ان هيبدأ الفلسطينية سواء القادمون او اللي كانوا في الارضن او الارضنيين انفسهم هيبدأوا يتزمروا على الملك ويقلبوا الارضن رأسا على عقب وممكن يحولوها الى جمهورية طبعا يتنياهو مش في دماغه الحكاية لية لانه في دماغه ان حتى لو تحولت لجمهورية انه سيطر في الاخر بدعم امريكي بشكل او باخر بينما انا مش معاه في وجهة النظر ديه هو لو عمل قلاقل في الارضن هيؤدي لانهيار اسرائيل وهكلمك على انهيار اسرائيل بعد كده في فيديو تاني فخلاصة الامر ممكن الضغوط الامريكية بالطلب اسرائيلي يهودي صهيوني على ملك الارضن وهو طبعا رافض لانه مش عايز يغير الديمغرافية في الارضن كمان اكتر من كده ومش عايز يكون بينه وبين الشعب عداء اكتر من كده وخايف اصلا من قوات الامن والدنيا هناك قبائل زي ما انتم عارفين وخايف من امور كتير وعنده حسابات جمدة فبالتالي ما يرضاش وده يدفع امريكا ان هي تعمل عليه مؤامرة لكن مش هي دي مش هو ده الفرض الوحيد في فرض تاني يا ابو الشباب ربما هو يعني لا يقل اهمية عن هذا الفرض ايه هو هو ان المؤامرة في الحقيقة هي روسية بشكل او باخر ما هو اللي بيحصل في الداخل في الارضن مستحيل انك انت يعني تعتبر ان هو بشكل عفوي فيه ضغوط وفيه تضخم وفيه ارتفاع اسعار وكل ده بسبب ايه كل ده بسبب اللعب على الارضن لان الارضن بيعتمد على الخليج فيه التمويل بالنسبة لا تقل عن سبعين في المية وبالتالي الخليج لما يقفل الحنفية بتاعته شوية التضخم يحصل في الارضن ويتحصل الانقلابات او يحصل التمرد اللي ممكن يؤدي الى انقلابات طيب ايه هو اللي حاصل الوقتي خليني احكي لك قصة الثورة اللي كانت على الملك قبل كده اللي هي بقى قبل حتى كلام اخوه حمزة وقبل الامور دي كلها خليني افكرك بشيء مهم جدا ايه هو انه هو حصلت ضغوط على الملك بهذا الشكل كان شكل مماثل تقريبا لكن تدخلت قطر مباشرة ودعمت الملك ودت له فلوس والمشكلة انتهت والاسعار هبطت والمكر راح ليه بقى ايه اللي حصل اللي حصل لما قطر تدخلت راحت السعودية بسرعة ادخلت هي كمان عشان ما تكشفش وراحت مدخل الكويت معاها لان السياسة الكويتية تتبع السعودية زي ما انتم عارفين والامارات كمان تدخلت معاها وبقى دعم خليجي المهمة عدت الازمة اللي فاتت اللي امريكا كتعملها عشان تهدد الملك كانت عايزة منه يسمح باستخدام الاراضي الاردنية في غزو سوريا بحجة الاطاحة ببشار الاسد وهي في الحقيقة ما كانتش المسألة الاطاحة ببشار بس ده كانوا هيطيحوا ببشار وعايزين يوصلوا كمان لتركيا ويكملوا لهم فكرة الناتو العربي القديمة حكيتها لكم في اكثر من فيديو فخلاصة المسألة الازمة اللي فاتت دية افشلتها قطر وبعد كده السعودية والخليجي اتكسفوا على دمهم كانوا تحت الضغوط الصهيونية في هذا الوقت لكن اضطروا ان هما يرجعوا بسرعة يدعموا الاردن لان الاردن كانت هتنفلت وهتدور بقى في الفلك التركي القطري الروسي ودي كرسة بالنسبة للامريكان عشان كده السعودية والخليج سارعوا بسرعة لدعم الملك اللي هو عبدالله مرة تانية وخد بالك ان في الفترة اللي فاتت في المظاهرات اللي فاتت مجدي كانت السعودية والامارات ولأهم للامريكان وتحت الابتزاز الامريكي بشكل كامل يعني ما كانوش يقدروا يعملوا اي حاجة غير النهاردة غير ست شهور مثلا فاتوا او كم شهر كده فاتوا اللي حصل انه السعودية والامارات تمردوا على الامريكان في موضوع اوبيك ومرضوش يزودوا انتاج النفط خوفا من الروس والايرانيين وبدأوا ان هما يقولوا الامريكان لأ لأول مرة من زمان لان ايه اللي حصل اللي حصل انه في قانون العصابة لما تيجي دولة او فرض يكون الزعيم عصابة ويجي يدي اوامر لعضو العصابة لازم يوفر للعصابة دية ايه ثلاثية الابعاد يعني حماية يعني يحمل عضو دي يعني يقول له اعمل اللي تعمل وما تخافش محدش هيقدر يجي جنبيك لا بشكل عسكري ولا بشكل قانوني ولا عليك اي مسئولية انا هحميك في كل حاجة فيوفر له الحماية وبعدين يوفر له الدعم يعني يقول له ما تخافش محدش هيقدر يعمل عليك حصار ولا كده انا هديلك فلوس وبعدين يعمل ازاي يخوفه بقى كمان يعني يوفر الرجع يعني يقول له انا حميتك ودعمتك لكن لو غدرت بيا هاعمل فيك واسوي ويكون بقى ايه يكون تخويف حقيقي والطرف اللي هو عضو العصابة سواء كان دولة او فرض يكون عنده قناعة ان زعيم العصابة فعلا ممكن يعمل الحكاية دي القانون ده كان شغال لحد يعني فترة قريبة وبعد كده اللي حصل ايه اللي حصل انه ثبت بشكل عملي ان امريكا مش قادرة تحمي الخليج ودي محدش يشك فيها وبالتالي السعودية والامارات بقى قدامهم حاجة من اتنين يأما يوالوا امريكا اللي هي مش قادرة تحميهم وبالتالي ممكن ايران تعمل عليهم غزو وممكن تسلط عليهم الحزيين يطلقوا عليهم مئات السواريخ بدل مهمة يعني مرات يعملوا وقفوا هدنة ومرات يطلقوا سواريخ قليلة ممكن يخربوا الدنيا بالشكل ده لان ايران مدعومة ايه روسيا في هذا المنطلق فطبعا الوقت امريكا ما بقتش قادرة تحمي دول الخليج عشان كده الدول الخليج اتمردت عليها يعني يقولوا الامريكان احنا الوقت نزلكم اسعار البترول وتيجي روسيا تدعم ايران يحتلونا احنا مش مستعدين للموضوع ده وفرونا الحماية ادونا سلاح نحمي نفسنا وامريكا عمرها ما هتدي لحد سلاح لانها بتخاف على التقنية العسكرية بتاعتها وكل السلاح اللي بتديه لأي حد بيبقى فاسد وخربان او في احسن الاحوال بيشتغل بس ما فيش التقنيات الحديثة اللي امريكا بتستعملها او اللي امريكا خيف عليها يعني قصة حزينة انا خرقت لك من الموضوع ده عشان ابين لك قانون العصابة بيشتغل ازاي وعايز الوقت بقى ارجع اطبقه لك على ملك الاردن ملك الاردن يا سيدي في المظاهرات اللي هي قبل دي اللي هي قبل سنتين اعتقد او ممكن اه في الحدود دي سنتين سنتين شوية تزيد او تقل اللي حصل ايه لما قلت لك لما قطر دعموه اتفضح المكر الامريكي بمساعدة القليج وانتهت القصة وبعد كده طبعا الوقت الحلف اللي هو بتاع قطر تركيا روسيا منتظر بقى من ملك الاردن انه هو يدخل معاهم فهو ما دخلش معاهم يا بو الشباب وعايز يلعب اللعبة بقى ايه اللي اردغان بيلعبها من زمان من حوالي ست سنوات سبع سنوات ايه هي اللعبة دي عايز كل ما امريكا تضغط عليه يضربهم بالدعم الروسي التركي القطري وكل ما العكس بالعكس كل ما الروس يضغط عليه اضربهم بالدعم الامريكي لكن هو ظروفه ما تسمحلوش بكده ما عندوش بنية اساسية جوه ما عندوش تسليح ما عندوش حاجات كتير الناس جوه بتكرهوا مشاكل كتير بقى مواجهة يعني هنا وهنا اهم الموقع الاستراتيجي ان هو الموقع الاستراتيجي مش هيسمح له بكده لانه هو تقريبا محصل من كل ناحية يعني هيروح فيه هيروح لسوريا بالشار اللي ايران مستنيه هناك ولا هيروح يتحامى في اسرائيل ولا هيروح يتحامى في السيسي يعني مش هيقدر هو محصور فطبعا ما قدرش يلعب اللعبة دي فبالتالي هو لما غدر بالحلف التركي القطري الروسي المرة اللي فاتت هم النهاردة بقى ايه مش عايزين يساعدوه او ربما يضغطوا عليه ضغط كبير جدا وفي الاخر يساعدوه يحلوله المشاكل لكن هيطلبوا ضمانات يا والشباب يعني مش هتبقى معدية يعني مش هيسكتوله عشان يغدعوا من المرة دي زي ما خدعوا من سنتين او كده وانا ازيدك من الشعر بيت الموضوع ده اصلا ممكن يطيح بملك الاردن وممكن يقلب الدنيا واليهود الصهينة نتنياهو والعصابة بتاعته دول لازم يعرفوا شيء مهم جدا ايه هو الشيء ده لازم يعرفوا ان هم اقوى دولتين بيحموهم الاردن ومصر او بالترتيب مصر والاردن فلو فرطوا في السيسي او فرطوا في ابن حسين يبقى هم كده بينكشفوا هتبقى المواجهة بعد كده منهم وازيلك من الشعر بيت مش هيضروا وجهه لانها يحصل بقى دعمه ولعب كتير وهيحصل تخلل يعني تخلل من حدود السورية وهيحصل شغل مخابراتي واسرائيل اصلا الوقتي مش قادرة هي الوقتي اسرائيل على منطقة غزة الوحدية مش قادرة وغزة مركعاها بمعنى كلمة مركعاها ومحقق الرجع بما فيه الكفاية والند بند وراس براس برغم انه مفيش تكافؤ خالص بين السلاح اللي في غزة وبين السلاح بتعكيش اليهودي الصهيوني يعني غزة 300 كم مربع دي هي اعز بقعة في الوطن العربي من حيث الرجولة والصمود ومن حيث تركيع العدو فانت تخيل غزة 300 كم ومربع وعمل الارق كل هذا الارق للصهيوني فما بالك بقى لما تحصل قلاقل في مصر او تحصل قلاقل في الاردن طبعا هتبقى كارثة ثم كارثة ثم الف كارثة ما يقدروش فهو حتة انه هو يلعب نتنياهو بانه هو يعني عايز يهجر الفلسطينية للاردن ويعتبر الاردن هو الوطن البديل ويسمي الاردن بقى يسميها فلسطين ويمشي ابن حسين ويمشي الفرقالية وممكن هو بيفكر بالطريقة دي لانه هو مغرور ومش يعني هو انا اعتقد ان هذا الرجل لا يفهم الاحداث العالمية ماشي ازاي لانه هو بس لو نظر حوله شوية هيعرف ان امريكا ماشي من المنطقة وامريكا لما تمشي من المنطقة محدش هيحميه ده هيبقى يعني هيبقى في حزام النار الاعداء محصرينه من كل اتجاه فجأة هتلاقي الجيش المصري الصهيوني اللي هو خادم للصهيونية يعني لامع رأسه وعبدة عند الصهيونية فجأة هينقلب عليه هتقول لي يا لا هينقلب عليه اقول لك اه ما فيش بينه ملاءات الناس دي بينقلبوا على بعض حسب المصالح وحسب التقلبات فما فيش عندهم بقى حكاية عشرة وذكرى ومشاعر كلام ده كلام ده عندي انا وانت الناس دي ما تعرضش حاجة الناس دي ميكافليين الى اقصى درجة تتخيلها الموضوع مش هينتهي عند تمرد الجيش المصري وحتى لو ما تمردش لسه الاردن فيها شباب وفلسطين فيها رجال وفيه متدينين وفيه قصص طويلة وفيه بس عايزين الدعم المخابراتي البعلوماتي وعايزين التدريب وعايزين اللي يضع خطة وعايزين اللي يمشي الأمور بهذا الشكل وهم كافلين بأن هم يجيبوا نتنياهو بالملابس الداخلية بتاعته ويحكموه محاكمة مجرم حرب لكن هو قوة الدولة الصهيونية علينا فين في خيانة البغاء الحكام العرب في المركز الأول وفي المركز الثاني بقى أن الدول مش خانوا والموضوع انتهى لا هم شغالين كلاب حراسة للأمريكان وللصهينا وبالتالي المخلصون من العرب مش بيقتلوا الصهينا ده بيقتلوا أكبر قوة في العالم أمريكا ويقتلوا الأولياء بتوعها في المنطقة اللي هم بيتظاهروا أنهم مع فلسطين ومع العروبة ويضربوا فلسطين والعروبة في ظهرهم على فكرة أنا لا أؤمن بالعروبة أنا أؤمن بدين الله سبحانه وتعالى وكل مسلم أخي حتى لو ما كانش عربي وكل مجرم زنديق مرتد هو عدوي حتى ولو كان مولود في المكان اللي أنا مولود فيه وحتى لو كان هو لا سمح الله أخوي في الدم أو كده فده المقياس عندي أنا مش المقياس عندي أنا عروبة ودم وأرض ووطنية أنا لا أؤمن بالحاجات دي أحترمها في أمور لكن ما اتخذهاش منهج المسلم هو أخي والكافر المرتد المحارب أو حتى الكافر المحارب سواء كان أصلي أو مرتد هو ده عدوي اللدود خلاصة الموضوع أن أمريكا والنتنياهو بيلعبون بالنار فعلا في هذا الموضع وده معناها أن ممكن إسرائيل تنهار في أي وقت مش بالضرورة يكون أسبوع أو كده لكن أنا أعتقد أنه قدامها بضعة سنين قليلة والله أعلم الأمور بقى اللي أنا عايزة الفتها لك يا ابو الشباب في المظاهرات الأردنية هي أن الناس بتهتف ضد الملك ودي ظاهرة نادرة يعني قليلا ما تحدث الأول كانت الظاهرة إيه اللي بيحصل الناس بتطلع تهتف ضد الحكومة وليس ضد الملك وبعد كده ألفت نظرك كمان أن فيه اشتباكات مع قوات الأمن ودي برضو ظاهرة نادرة وقليلة الحدوث يعني الموضوع المراضي واخد شكل جدي واخد شكل فيه إيه فيه أننا هطلع وهقفل الطرق وهعمل كذا وهشل حرقة البلد يا إما أنك أنت لازم تكون يعني موزون في التصرفات معايا ما تجيش تقع تنهبني وتسراقني وتغلي علي الأسعار واتبع لي بالسعر العالمي أدو عشر مرات وكده ومستنيني أن أنا أسكت طب إيه هو اللي خلى الشعب السخن المراضي اللي خلى الشعب السخن المراضي على الأرجح هو العمل المخابراتي اللي قدم له النصائح والعمل المخابراتي اللي هو كمان قدم له الدعم عايز تتأكد من الموضوع دوت تتأكد من الموضوع دوت من يعني النقطتين لسه بيتبلوروا وواضح أن ملك الأردن لو ما خضعش الفترة الجاية واضح أن المملكة الأردنية الهاشمية دي هتقوم من التاريخ وهيتم تفكيكها وإسرائيل كمان هيتم تفكيكها يعني المنطقة هتبقى دخلة على تغيير شامل من الأمور كمان اللي بتبين لك أن في عمل مخابراتي مرتب هو أن الدلبيح اللي هو قتل القبيلة بتاعته ورفضت أي عزاء من الحكومة وقالت مش عايزين أي حد من الحكومة ييجي العزاء غير أن ابن المحافظة هو منهم ده يعني سمحوله بناء على ولاء عرقي وليس على ولاء حكومي يعني عندهم عداء شديد للحكومة وبعدين تزامن الشاحنات وتزامن قطع الطرق وتزامن الأمور دي كلها الأمور دي كلها ما تطلعش بشكل عفوي أنا عايزة فهمت نقطة في عالم المظاهرات في المظاهرات لو هيطلع مثلا حد يعمل مظاهرات ويقعد يهتف ضد الملك وضد الحكومة عشرين سنة والأمور الاقتصادية وحركة البلد مشية هيقوله لو روح هيص زي ما انت عايز وانباح نباح الكلاب زي ما انت عايز حتى لو عادت عشرين سنة ما حدش هيرض عليك لما تتعب تروح بيتكم لكن إيه اللي بيحصل اللي بيحصل إن المخطط فاهم النقطة دي فإيه اللي بيحصل بيعرقلهم الطرق بيقفلها وده طبعا كسر الاقتصاد الدولة يعني بيقول الملك إحنا مش هنسكتلك وإحنا عندنا آليات نقدر نوجعت بيها وبعدين الشاحنات تعمل الضراب وبعدين كمان اللي هو بتاع الكارك أعتقد اللي هو رئيس بلدية الكارك يقف مع المتظاهرين ويؤيد كلامهم وكده الأمور دي كلها فيها تناسق طبعا أنا في آخر الفيديو عايز أقولك إن الملك ممكن يتفاهم مع الجهات الفاعلة اللي هي وراء المظاهرات ويحل المشكلة وكأن شيئا لم يكن وفي نفس الوقت ممكن يعجز عن هذا الموضوع ده حسب إيه حسب الجهة الفاعلة لو الجهة الفاعلة هي روسيا ممكن التفاوض معها يكون يعني يعني يكون فيها سهولة أكثر من التفاوض مع أمريكا لأننا عارف أمريكا طلبتها مستحيلة زي ما قلت لك قبل كده هي باختصار أمريكا الوقت وصلت إلى مرحلة إيه؟ إلى مرحلة إن هي بتذبح البغال في سبيل إن هي تفضل محتفظة بنفسها وأنا أقول لك هؤلاء حكام العرب يقبلوا إن هم يخونوا بلادهم ويخونوا شعوبهم ويدبحوا المعارضين لكن مش يقبلوا أبدا إن هم يدبحوا نفسهم فدي نقطة لازم تحطها في اعتبارك أعتقد إن أنا غطيت الموضوع إن شاء الله أكون منسيتش حاجة والسلام عليكم